اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله على بركة الله بما يخص الدجاج اللي بنا ترا عندي هنا الدجاجة كاملة بعد ما ارقدنا في الحمض وشوية المليحة والخل واحد ربع ساعة تقريبا المهم حتى ترقدت مزيان في الخل والملحة اللي عودت انا غسلتها ورق وانشفتها في الشبكة مزيان تا قطرت مزيان وانشفت ودبا ان شاء الله غاد نضيف لها العطرية بما يخص العطرية لبندرا عندين مرونزية من السم علقة صغيرة وبزار وتحميرة الخلق من البلدي سكشبير البلدي بطبيعة الحال مليحة معلقة المليحة والعاصر الحامض غاد نضيفوه حتى هو ان شاء الله باش ندخلو هاد اللي قامة مع الدجاج دينا يشرب نزيان هاد اللي قامة نخلوه ارتاح شوية اما بما ان شاء الله نوجدو البصلة ونوجدو القاملة دينا فاش غاد نطيبو هاد ادجاج البنات تبعوا معي ان شاء الله المراحل كنتم مني اعجبكم الفيديو وكن شكركم كاملين ومرحبا بكم عندي في القناة ديالي ان شاء الله اوصى في هذا مكان البنات قد انتقل دابع المرحلة التانية بعد ما شعلنا البوطة دينا وردنا القاملة باش تسخن وصافي دابرا عندي اه جوج حبات كبارين ديال البصلة محقوقين اه في الحكاكة في الجهة الغليضة مهم الجهة الغليضة رحكيتها في الحكاكة العادية عباد من شلطوها اراني حكيتها في الحكاكة كذبها الطريقة حسن حسن من نقطعوها هكا وصافي وثومة واحد ريس ديال ثومرة وضفته مع تهوة محقوق اضفته مع البصلة باش نشحره مع البصلة ان شاء الله وصافي هذا مكان هاد الشي اللي كان البندبة غادي بما يخص لعطرية ما غاديش نكتر لعطرية في هاد المرحلة غادي نكتافيه غير بمعلقة ديالة حميرة ومليحة بطبيعة الحال وصافي ودابا غادي وشوية لقصبور ومعدنوس مقطعين رقاقين هذا هو غادي نضيفه وصافي هاد الشي اللي كان البندبة غادي ان شاء الله هنشحره هاد البصلة ديالنا زين ومن بعد غا نضيفه الدجاج ديالنا حتى هو بش يطيب وعنتم معايا وانا معاكم ان شاء الله حتى نوصله نهاية الفيديو هذا مكان دابة غا نضيف الدجاج ديالنا مبعد ما ارقد مزيان في العطرية ديالو في الاقامة ديالو را نشرب مزيان خليتو تقريبا واحدة اكتر من عشر دقيق في الاقامة ديالو دابة غادي نضيف واحد شوية ديالا صافرا شعرا ونصاف البندبة غادي نكتافي بهاد المكونات فد المرحلة هادي ونصافه نغطو على الدجاج ديالنا باش يطيب دابة غادي نغلقو على الدجاج ديالنا ونغطو على الدجاج ديالنا باش يطيب على قاطره وندوز المرحلة ديال تحضير الورقة ديال البسطيلة ديالنا غادي المهم طيب معاكم غاوجوش أخرين غادي نشارك معاكم طريقة البندات اما الورقة ها هي اللولة طيبتها قبل ما ندخل في المرحلة ديال 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 البسطيلة حيتها عليها هي اللولة حيت لحقاش غادي يجيني الفيديو غادي يجيني فيديو طويل فهذا ما كان سوف نشارك معكم الطريقة و الفكرة و صافة. اما اللي بغى الطريقة دق دق جميع المراحل. هكذا الفيديو خاص بتحضير الورقة البسطيلة في المنزل. هكذا الفيديو اللي بغى اللي بغى يتفرج. وده بغى دي ننتقل لمرحلة ديال الحشوة ديال البروات ديالي. غادي ندير غي شوية ديال البروات ماشي بزاف. آآ درت شوية اللي ضفت عليهم عالقة صغيرة زبدة. و شوية القرفة نضيف ديال بغى ديال شوية القرفة على حسب النسمة اللي بغى يضيف شي نسمة اخرى. مثلا بحل الفاني ولا شي نسمة اخرى نضيفها. و صافة هنا غادي نكتفي بهد العدد ديال البروات الألبنات. ما بغاش نكترهم بزاف غير على حسب غير على حسب باش نزيين البسطيلة ديالي و صافة. وده بغادي نخدمه الورقة البسطيلة ديالنا هي البنت كتجيبها هاد الشكل هذا. هيا راه جادنا زيانه جاد زوينه و النجاح ديالها هو ا�آ طريقة ديال العجينة ديالها راه فيها المقادرة هي راه كدكشيل مهمة مدك هو السر ديال النجاح ديال لهدا الورقة البنات اللي بغايت تفرج في الفيديو راه كين القناة يتبع جميع المراحل. ايه وصافي هاتش اللي كانوا البنات دابا غادي نقطع الاشريت ديالي ونحاول نقطعهم على واحد لطي على واحد شكل. هنقطع مرة اللولة ونعود نحط الى آآ الورقة ديالي باش يجوني كاملين نفس لطي. وصافي هادا مكان دابا غادي نبدأ نعمر البريوات ديالي ان شاء الله. بهاد الشكل هادا لبنات. انتوما كيفما كتشوفو. كنحاول نقد ليهم القنيطة ديالهم. حيت لحقاش الى ما قدنا ليهم آآ الفورما ديالهم من الدبار من اللول. كيجو خاويين من القنيطات. كتجي الحوشوة. كتجي المهم كتجي غال من الواسط والقنيطة كيجو خاوي. ضروري اننا مقدوليهم اللطي ديالهم. وشكل ديالهم من اللول من الدبار. وصافي دابا غادي نحاول لسقهم بواحد شوية ديال دقيق نخلط بالماء. غير شوية ماشي بزاف باش ما يتفرق عوش لينا. وصافي دابا غادي نتبع معكم نفس طريقة. حتى نكملهم كاملين. حتى نكمل هاد هاد العدد ديال آآ البريوات اللي غادي نصيب اللي غادي ندير. حيث انا ما غاديش نحتاج بزاف. غادي نحاول نصيب غير واحد شوية. غادي نكتفي غير بوحد العدد قياس. باش نزوق. نزوق ان شاء الله بسطيلة ديالنا وصافي. وهذا مكن البنات. هنتبع معكم ان شاء الله. ما راح يبدقة دقة. وده بغادي نحاول 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 واحد هكا الشاشية باش مي. باش ميبسوش لي نو ما يقصاحوش باش مي. لنجون طيبوهم ان شاء الله. يجور طبيعين ومزياني. غادي نتبع معكم نفس طريقة. غادي نحاول نقضو جواني بهذا الشكل هذا بهالطريقة هادي. ضروري اننا نديروا هاد المرحلة في اللول. ونزيروه مزيان على البريوات ديالنا باش مي. ما يهم باش مي. تخرج لنا الحوشوة ديالنا. وصافي. وصافي ده بغادي نكملو بنفس طريقة. حتى نكملو هاد العدد اللي وجد ديال البريوات. ماشي بزا فالبعد راي شوية. ونرجع معكم ان شاء الله. هاتوا ما معايا. هاتوا ما معايا بعد ما سالينا التحضير ديالهم. بعد ما كملنا هاتوا كيجو بهادي الشكل هادا. راي كيجو بواحد تقدة واحد لطي. وكيجو على شكل واحد. ما كتكونش واحدة صغيرة ولا واحدة كبيرة كيكونوا تقدة واحدة. بعد ما كملناهم ضروري اننا اللي بنت نطيبو هون في الزيت يكون برد ما يكونش تسخون بزاف باش ما يتحمروش لينا من برا. والورقة ديال اللي بقى بيضة من الداخل. ثم يتحمرو على على نار مهيل. وتكل البطا نقصة. اوصى في هادا ما كان البنات هذه نستمرو في طيب ديال بريوات ديالنا. ونبقوا ونحرقوه فيهم باش مي باش يتحمروا كاملين الدقة وحدة. ويجيت حمر ديالهم. ااا قد. اوصى في هادا ما كان. ونبعد ما طابوا اا بريوات ديالنا. كانو وضعوه في العسل. هو من الاحسن ابنة يكون العسل من نوعية جيدة. اوصى في نحطوهم على جانب باش يشربوه مزيان. حتى نحضر كل شيء ونصفيه ان شاء الله. بما ان شاء الله نفرتو دجاج ديالنا وهو وره طاب. وحطيتو في في التبصير. باش يبرد. باش يبرد مزيان. ونرجع معاكم ان شاء الله من بعد ما يبرد مزيان. غدا رجع معاكم. لابا غدي نشوفو اه مرقة ديالنا. واش بدتك تنشوف. اه هي بدتك تنشوف. الدغميرة ديالنا ضروري البنات نقصو على البوطة في اللخر باش ما تحرقش لينا. وتنشوف اه شوية عليها. فهذا المرحلة ما اخصنش نغطو تنجرة نخلوها مع الريازة ما نخلوها هكا محلولة. باش نشوف لينا الدغميرة ديالنا. لانتو مرة اضفت معلقة ديال القرفة. ضروري نخلوها حتى لهاد المرحلة عاد ننضيفوها. حتى الاخر باش ننضيفها هي والعسل في الاخر. لانسل ما غادش ننضيفو دابا حاليا غاد نخليه تتنشوف مزيان دغميرة ديالنا تتعقد مزيان وتنشوف. وهلي غاد نضيف جوج مع الكبارين ديال العسل. صافي. ودابا غاد نرجع ان شاء الله مع دجاج ديال لنفرتو. عبا قصه. عبدا تعبر ايبر الدابا. وصافي دابا غاد نحط الفرشيطة ونخدم بيدياتي ان شاء الله غاد نحاول نزول دوك العظومة اللي كينين في الدجاج. ودابا صافي وصلنا هاد المرحلة ديال نقي نقية ديال ديال دجاج ديالنا. غاد ننقوه من العظام. نحيدو منو العظام كاملين. ونحاولو نفرتوه. نردوه قطع صغيرة. وهذا مكان البنات. بالنسبة للبريوات ها ما تخافوش. خليتوهم يشربو زيان في العسل. ديالنا. حتى نبي نحتاجهم. حتى نوصل للمرحلة النهائية. وذيك الساعة غادي نصفيه. باش يقطروا على خاطره. وصافي هاد الشي اللي كان دابا غادي مش نشوف آآ الضغميرة ديالنا وش نشفت مزيان. المرقة ديالنا باش نزيد عليها واحد جوج مالقة ديال لعسل ضروري. عين ميزانا. واحد تقريبا جوج مالقة بعدي خوب عارما. وصافي. انا ما بغش نكتر الحلوة بزاف. ما كتعجبنيش ديك الحلوة تكون تكون كتير ما كتعجبنيش مع الملوحة. انتما البنات بعد ان ما انشفت لنا المرقة ديالنا وتعسلات مزيان وراه جدت غميرة يا سلام فلاني دخلتها مع الدجاج دبارة غاد نخلطها مزيان ندخلها في الدجاج ديالي فلاني في اهنا يا البنات اكتافيت بالدجاج واللوز مدرش لبيض كلي كيدير لبيض في ديك التغميرة يا طيبة انا ما كعجي مش لبيض مع بسطلة الدجاج غادي نكتافي في الحوش وغير بالدجاج واللوز ودبا غادي ندهن الصينية ديالي ان شاء الله بالزبدة غادي ندهن الصينية ديالنا ديال الفران فاش غادي نوضعو هاد البسطيلة فاش غادي نعمر هاد البسطيلة ان شاء الله ضروري اندهنوها مزيان باش متل ساقش لنا المهم ما غاديش تنسق حيث في هاد الزيت والزبدة غادي اطلق الزيتة ديالها وصافي هادا ما كان اللي بنات غادي نبدأ وان شاء الله دبا في الحوش هو ديالنا بما يخص اللوز اللي بنات را ضحنتو ملي ضحنتو را اطلق الزيت دياله محتاج بزاف ديال ليدا ضفت لي غير واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة صافي واحد لاحق كل م отдق lien ديال السكار سقيل ما ها distance را ضع حيث نعم لنظام السكار من حيث نعم الل how to mix orburn نظام الى بعد من الشيء حرا قنات في بعض المرحالي اللي قادرنا اللي قادرنا العسل في المرحلة لقد قمنا بأنه전 نقص حلينا ذلك اللوز كي يقصحه وما كي يخليش يبقى معلك كي يقصح والسكر غلاسي لا السكر غلاسي كي يجي معلك وارطب في نفس الوقت أوصى في دابراني دهان الصينية ديالي غاد نبدأ ننضيف في الورقة ديالنا غاد اضفته حدا من الواسط هيدا بادا قد الوجهة هنا التحت هو لغا ديكون الوجه ان شاء الله ديال البسطيلة ديالنا بعد ما نقلبوها في التبسيل ديال تقديم وصفيدة با غا دي نستمر بنفس طريقة غا دي نحطوه وحده من الواسط وغا دي لسق معه الاخرين في الجوانب غا دي نحاول ندورهم على الصينية كاملة وخاص غالينا اللي بنتره من بعد ما تفينا البسطيلة ديالنا من بعد ما نحاولو نجمعوها نقدو لها المهم الفورمة دينا نقدو لها الجوانب ديالها بزيان راه كيتلاسقوا بيناتهم كيلسقوا بيناتهم المهم الفران طياب هو اللي كدي اللي كي قد لها الفورمة ديالها وخال بسطيلة صغيرة وخال الدائرة ديال بسطيلة صغيرين ولكن مش مشكل كيف اللي اخر كتجي بزيانة كتجي زوينة نحاولو نقدو مزيان الجوانب ونستفوهم زيان بشجير بسطيلة ديالنا بزيانة ومقدف دور ديالها وبعد ما نقدو مزيان الجاج نفرشوهم زيان ونقدو غادي نضيف اللوز ديالي من الفوق ان شاء الله هذا هو طريقة ديال تحضير ديالنا ديال هاد البسطيلة بينات وكانت منا تعجبكم ان شاء الله راني غادة معاكم ان شاء الله دقة دقة ادق تفاصيل مرحلة بمرحلة وحتى نوصل ان شاء الله بمرحلة النهائية وصفيت غادة بنستمر ان شاء الله بشكل ديالها غادي نستمر بفينيسيون ديال هاد البسطيلة بهاد طريقة غادي نحاولو نطلعو دوك الجوانب هم اللولين وندهنوهم بالزبدة باش يجونا مقرمشين في طياب ديالهم ومن بعد غادي نحاولو نفرر على الوجه ديالها على الطبقة اللخر دوك القطاع ديال الورقة البسطيلة غادي نحاولو ندخلها بزيان في الجوانب المهم باش ما تخرج لنا الحوشوة اراف اللخر طياب هو اللي كي قدم زيان المهم صافدة بغادي نقديت لها الفورما ديالها وقديتها في الجوانب كاملة اوضفت دوك القطاع ديال الورقة البسطيلة اللي كينين عندي در تغيل المهم قياس على حسب ما كترش بزاف باش تجيني الطبقة ديال ديال البسطيلة ديالي مقرمشة ومقرملة باش ما تجينيش غليظة ما كترش بزافة اللي بنادي غير شوية باقي عندي شاطة عندي الورقة البسطيلة واني ما بغيش نديرها كاملة على حسب غادي نكتافي غير بالقدر اللي بغيت وصفين بعد ما قدينا لها الوجه ديالها ولا الطي ديالها كتجيب هاد الشكل هادا كندهنوها مزيان اه بالزبدة باش تجيني مقرمشة وندخلوها الفران الطيب ان شاء الله بعد ما الطيب ان شاء الله غادي رجع معاكم في الطريقة ديال تزيين ديال هادا البسطيلة هاي البنات كتجيب هاد الشكل هادا بعد ما طب تلينا البسطيلة ديالنا في الفران رح كتجي محمرة جات محمرة ومقرمشة مدك الشرف على المده بغادي نحاول نقلبها في التبصيل هادا هي الطريقة النهائية اللي اكتليكم التحت هو اللي كي يجيني الوجه ديال البسطيلة في الاخر من اللي كان نجو نقلبوها في التبصيل رح كتجيب هاد الشكل هادا البنات انتم ما كتشوفو رح جات محمرة ومقرمشة بما يخص البريوتها ومدتهم ما رح طيبناهم ودرناهم في العسل تشربو مزيان هادا برا لصفيتهم قطرتهم من العسل ديالهم وحطيتهم حذية باش باش نزوقوا بهم شاء الله البسطيلة ديالنا غادي نستمر سقيام ديال البسطيلة ديالنا البسطيلة ديالي بالعسل غادي نسقوها مزيان بالعسل في الجوانب ومن الواسط كاملا ماشي بزاف المهم على حسب غير شوية بها الطريقة وصفي من بعد من بعد ما ندهنوها ان شاء الله غادي نزينوها بالطريقة ديالنا غادي نزينوها بالطريقة العادية اللي بدأت على حسب مهم كل واحد كل واحد كي يزين بسطيلة دياله بطريقة اللي يبغى انا غادي نزينها غير بطريقة العادية غادي نحاول نوضع واحد طبصيل من الواسط وغادي نضيف دك اللوز اللي حتيت اللي خليت باش نزين به الجوانب ديال الدقيرة ديال البسطيلة ديالنا وغادي ندردر من الفوق ديالها واحد شوية ديال سكار قلاسي وصافين بعد غادي نحاول نحييي الدكت بصيل لحتيت من الواسطة باش نحط البريوات من الوسط بهات الطريقة وهذه هي النهاية ديال الزيين البسطيلة ديالنا هنا دا بوصلت للنهاية ديال الزيين ديال البسطيلة ديالي لاني مشيت معاكم دقة دقة البنات وما زقلت بتاشي حاجة وكنتمنى اجيبكم الفيديو يا البنات وكنتمنى اجيبكم هالطريقة ديالنا باش حضرنا معاكم اليوم هاد البسطيلة متواضعة اه العادية راح فيها كل شيء غير ما اجبنا والو برا راح كل شيء من الدار هذا هو الشكل نهائي ديال البسطيلة ديالنا البنات كنتمنى اجيبكم وكنتمنى اجيبكم الفيديو لبنات وكنشكركم كاملين كالبنات اللي كيديروا لي التعليق تزوينا في القناة وكنشكركم على البنات اللي وصلتوا معي هاد المرحلة في الفيديو مرحلة النهائية ديال الفيديو ديالنا اشكركم كاملين وغادي نشارك معاكم تقطاع ديال هاد البسطيلة انتم البنت كتجي بهاد الشكل هادة را كتجي معلك ومقرمشة في نفس الوقت ومقرملا را كتجي يا سلام وغير بالورقة ديال الدار را كتجي بهاد الشكل هادة وهذا هو النهاية ديال فيديو ديالنا البنات ما تبحوليش عليا بشي تعليق يكون زوين تحفيزي البنات شكرا لكم كاملين وديروا اللايك والاشتراك وبسلام عليكم